أهلا بحضرتكم مرة تانية من بعد الفاصل ولسه مكملين مع حضرتكم تفاصيل أكتر عن المباريات التي تحصل في كاس العالم قطر 2022 ولسه منوارنا وضفنا في الستوديو ناقد رياضي حسين حمدي أهلا بك مرة تانية حسين أهلا بك حسين يعني كنا نتكلم قبل الفاصل عن مباريات النهاردة وبالتحديد تتكلمنا عن مباريات اليابان وكوستاريكا يمكن كوستاريكا خسرت أمام أسبانيا المباراة اللي فاتت ب7-0 يمكن رقم كبير قوي فالنهاردة اليابان محتاجة يعني لو جابت جول واحد يمكن تتساعد صح؟ آه يمكن خلاص اليابان عندها فرصة ذهبية أن أنا أتجاوز ألمانيا يعني سأحتاج مباراة ألمانيا الأخيرة النهاردة لألمانيا كسبت خسرت قدام أسبانيا وأنا كسبت مباراة ممكن تظهر أنها في المتناول ووفقا للجولة الأولى أنا خلاص يعني توقعي أن منتخب اليابان مش حيلعب بنفس الخطة اللي لعب بيها قدام ألمانيا اللي هو أنا حتى كانت اللعب على هجمات المرتدة شوط التاني أشوف لو أنا محتاج جون أبدأ أن أنا أضغط أكتر لا منتخب الياباني النهاردة ده فرصة عمر أي احتمال أن كوستاريكا تفاجئ للناس يكتب بصوا كوستاريكا في الماتش الأولاني خدت خطة المونديال خالص يعني أول ربع ساعة فرق نهار ظهر مهلهل يعني ما فيش قائد ما فيش حد يعرف حتى يتكتلوا قدام المنطقة يعني شفنا الفريق الإيراني كان خسر يعني ستة اتنين أو بعد كده هوت بعد كده رجع مرة تانية يعني كان حلو فممكن نشوف ده من كوستاريكا توقع أن هو لا صعب اللي احنا شفناه ما شفناش أي لمحة يعني ما فيش أي شوطة حتى تشاطط على أناي سيمون الحارس بتاع أسبانيا فممكن منتخب الإيراني جاب جونين في إنجلترا يعني معدي تريمي جاب جونين فيعني الدوك أما قرروا أنهم يهاجموا هددوا المنتخب الإنجليزي فأما شفناهم الماضش التاني قدام ويلز كانش الموضوع مفاجئ كمان احنا كنا عارفين منتخب الإيراني منتخب أصلا منتخب قوي يعني منتخب قوي في أسيا وبعدين كارلوس كيروش كمان من المدربين أصحاب الخبرات نعم اللي شفناه من منتخب كوستاريكا نقول أن هي هتبقى مهمة سهلة لليابان هنعلق بس على كارلوس كيروش لكن نكمل في مسألة كوستاريكا وكتبت تكلم على الخضة طب الخضة انتهت مثلا هل نتوقع أن يظهر بشكل مختلف حتى أنه يظهر بشكل يبسط جماهيره على الأقل بعد الخسارة بسبع هدف من أسباني أنا ما شفتش أي لمحة يعني الخض خلاص لا أنا ما شفتش أي لمحة أنا بقول لك حتى يعني أنت لو قلت على الإيران أنه هم تخضوا بس في آخر المباراة ظهروا يعني خلاء ظهروا وجابوا جنين في إنجلترا أما قرروا يهجموا هناك ما فيش ولا شوطة يعني أنا ما شفتش ولا أي لمحة مثلا ده هم كانوا عندهم هزة والهزة دي لما راحت في شوطة تانية مثلا بدأوا يلعبوا لا ده منتخب أزباني خلاص وهو نضام من المباراة هم خلاص استسلموا ورموا الفوطة منتخب الكستاريكي توقع أنه لا بقى يعني بر خالص ودي فرصة ذهبية لليابان فوز في الدقيقة الأخيرة لإيران هل ده يحسب لكاريس كيروش؟ آه يعني كان إيران كانت قبل الطرد كمان اللي حصل للحارس بتاعه ويلس إيران هي اللي كانت مسكة المباراة يعني ما كانش تفاوض كبير ولكن مقرنة بالمباراة الأولانية لا ده منتخب الإيراني التماسك لعب الكرة بتاعته كانوا بيهجموا تمام بعد الطرد اللي حصل كان طرد مستحق وكان واضح جدا بقدروا كمان هم يجيبوا الجون التاني توقع إن إيران عندها فرصة كويسة كمان إن هي تعدي طيب حابين نتكلم عن فريق عربي تاني مهم جدا وهو المغرب هو في الحقيقة فريق قوي وشفنا أداءه يمكن قبل كده يعني حابين نعرف فرصه قدام بلجيكا المنتخب المغربي الماضي الأولاني لاب على التعايد يعني أنا شايف المنتخب الأولاني كان شؤون الماضي الأولاني قدام كرواتيا كان عنده أن هو يهاجب لكن لعيبة كرواتيا بعد ما خلصوا الماتش تكلموا عن لعبة المغرب وقالوا عنهم أنهم في الملعب فزاع بزبط المنتخب المغربي عنده أسماء أشرف حاكمي من أفضل أظهر على مستوى العالم حكيم زياش كمان لعب مميز فلا المنتخب المغربي عنده لا بس توقعي أنه هو زي المباراة الأولانية عم هنزل لعب قدام كرواتيا بدافع عم هنزل قدام بلجيكا هعمل إيه بس النقطة قدام بلجيكا أنا بالنسبة لي سعود خلاص أنت عندك المباراة الثالثة هي الأسحة كندا لكنه بلعب بتحفظ هيلعب بتحفظ أنا توقعي أنه هو اللي ظهر المباراة الأولانية هو هو اللي إحنا هنشوفه مش هيفتح الخطوط نهائي هنشوف يمكن الأصابة بتاعة نصير مزراوي يمكن تكون أثرت شوية لكن يحيى عطلت الله لما نزل برضو ما حسسناش أن فيه فرق كبير إنما لازم تحرر أشرف حكيمي مباراة الأولانية ما شفناه هوز بيطلع كتير برضو أن أما أنت تبقى عندك النجم بتاع الفريق هو زياش لازم تركز علىه لازم تبني الفرقة عليه النص أكتر واحد عجبني في منتخب المغرب هو مرابط لاعب قوي جدا نحن نتابع في الدور الإيطالي مع فيرونتينا لاعب شايل نص الملعب أنت بتتكلم على لاعب بيكسب كل المواجهات السنائية التحامات لاعب قوي جدا في قطع الكرات عظيم جدا نحن عندنا بقى مباراة غاية في الأهمية ما بين ألمانيا وأسبانيا وعلى الرغم من خسارة ألمانيا في المباراة اللي فاتت قدام اليابان إلا أن بعض المحللين واللي فاهمين كرة بيقولوا أن المباراة دي هتكون بمثابة بطول ما بين ألمانيا وأسبانيا لا هي طبعا المباراة لها حسابات خاصة تمام ولكن لما شفنا المباراة الأولانية منتخب ألمانيا مش حاسب منتخب اللي هو كان لعب البرازيل وتقدم عليه واحد واثنين وثلاثة بيجيب سبعة مش ده المنتخب اللي احنا شفناه قدام اليابان جناب رضاية أكتر من فرصة في العرضة ده اللي خلى المنتخب اللي يبقى عنده فرصة أنه يعمل كامباك في الدقائية الأخيرة توقع أن لو هنزف ليك ما غيرش الخطة على الأقل لعب بثلاثة في وسط الملعب قدام أسبانيا هيخسر معرقة الوسط تماما لصالح لويس إنريك لازم النقطة دي يراعيها ممكن شفنا كيميتش شفنا جندو جانب يلعب في نص الملعب لازم تفكر بقى في لعب ثالث عشان تواجه بيدري وتواجه بوسكتس وتواجه جافي توقع نوجروتسيكا ممكن يكون الثالث اللي يكمل نص الملعب كمان الجزئية الهجومية مولر هافرتس ما شفناش إن ما بينهم أي انسجام ما فيش كمان مهاجم صريح حدك إذا أنت بتتكلم إنت عايز تراين حد إن هو يبقى تارجت مين إنت تبدأ تلعب عليلكم ما فيش حد ده في منتخب ألمانيا دلوقتي لكن النقطة دي اللي هو اللي لازم تفكر يفكر فيها في حل هل يركز أكتر على مستيالة يخش على عمك بدل ما بيلعب على الأطراف هل خلاص مولر بدل ما هو بيلعب تحت يحط هافرتس عدكة مولر هو اللي بقى مهاجم صريح كان بيلعبها قبل كده وفي 2010 وفي 2014 وكان نجح فيها وكان بيبدل مع كلوزة زمان دلوقتي ممكن يكون هو درهان اللي يمشي لكن احنا بنتكلم عن المنتخب الأستاني فنان كويس جدا جدا لكن المنتخب الألماني عنده تكنيكس كده مختلفة شوية فممكن النهاردة يفاجئنا بدا والله ممكن يفاجئنا في كل حوالي المنتخب الألمانيا عنده أسماء كوي نتكلم لوري سانيلا وريجع النهاردة كان غاية في المواطش الأولان للإصابة ده ورقة هجومية رهيبة وعنده صراعات مع باير مينخ وعارفين الكدرات الهجومية بتاعته ممكن يكون هو المفاجئة لو جاهز أنه هو يلعب النهاردة بس نقطة نص الملعب هي دي اللي شايف أنها هتكون فريقة لو خسر وسط الملعب ولعب بنفس الصناعي اللي لعب المباراة الأولانية قدام اليابان توقع أن أسبانيا مش هتلاقي أي صعوبة في الحسم طيب آخر حاجة كندا وكرواتي المباراة تكون سهلة؟ لا مباراة شبه متكافئة ولكن أنا هرجح كفة كرواتيا عشان كيف أسألك هتكون سهلة؟ أه يعني لا مش هتكون سهلة خط الدفاع بتاع منتخب كرواتيا ممكن هو العتيبر ونقطة ضعف عندهم بطء لوفرين لسه بيلعب لحد دلوقتي طبع ليفربول لوفرين طبعا انتهى من حوالي 4 سنين ومشو لحد دلوقتي بيلعب أساسي يعني مش حكاية نوعه بس بينضم للقايمة لا بيلعب أساسي ده هو كان عنده مشاكل في البطء من 4 سنين فلو جونسان ديفيد المهاجم بتاع كندا استغل النقطة دي ممكن يخطفه منتخب كندا ما كانش سايق في المباراة الأولانية قدام بلجيك ضيعوا كمان ضرب الجزاء تمام فلا خلينا نقول ان المباراة منتخبات لكننا هرانا على خبرات مودريتش كوفازيتش بروزوفيتش السلسل بتاع نص الملعف ومنتخب كرواتيا يواجه أكبر المنتخبات في العالم فهي دي الخبرة الوحيدة اللي ممكن تقول عليها انها تحسن المباراة توقعاتك ايه المباراة النهاردة؟ توقعاتي أسبانيا تكسب ألمانيا كرواتيا تكسب منتخب مغرب ان شاء الله يعمل تعادل يعني نفس طبعا اليابان طبعا عندك توقعات كم كام لو اليابان مثلا ممكن 2 صفر ممكن نتوقع كمان دراتة صفر منتخب أسبانيا ألمانيا لا توقع ان النتيجة هتكون قريبة طيب في البطولة لو تساوت النقاط إزاي يتم حصم التأهل؟ يتم حصم أول حاجة بالأهداف اللي ليه واللي عليه وبعد كده هوت الأهداف المسجلة يعني لو الفرقتين الفرق بينهم مثلا ده بلاس 2 ده بلاس 2 فرق بينkaa إستقبله ولي سجله بعد كده بيروحوا للأهداف المسجلة ثالث حاجة بيروحوا للمواجهات المباشرة بعد كده هوت بقى بيتم بقى اللعب النظيف وبينروح آخر حاجة للقرعة يعني لو كل ده تسوينا بقى في كل ده بروح الأخير للقرع على كل حال نحن نتمنى للمنتخبات العربية المشاركة في كاس العالم كل التوفيق وبنشكرك أنا قدرياضي حسين حمدي على وجودك معنا شكرا ليك